موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم حياكم الله طلابنا طالباتنا مع الحصة رقم خمسة والأخيرة من درسكم المحبوب تطبيقات على القيم القسوة وأتوقع أنه هذه آخر حصة في منهاج الفصل الأول يعني هاي آخر حصة ختامها مسك إن شاء الله وأتمنى أني ما أكون قصرت معاكم من بداية أول حصة ولغاية آخر حصة اللي عنا أعطناكم إياه إحنا دورنا انتهى والآن دوركو إنتو هذا الآن دوركو ديروا بالكو بس هذا الدرس إن خلصوا بتراجعوا حصة اليوم الدرس بدي إياكوا تراجعوه مش مرة مرتين كاملات بتراجع الدرس كامل اقطعوا يومين ثلاثة أربعة أيام وريد رجع له مرة ثانية بالإعادة مع المرة الثانية تتمكن بشكل أفضل وبدي كمان شغلة الوحدة الثالثة أيوة بتعيدها كاملة من بداية أول صفحة لآخر صفحة راجع الوحدة الثالثة كاملة الرك على الوحدة الثالثة وإن شاء الله إن شاء الله بنسمع نتائج بترفع روسنا إن شاء الله كل التوفيق لجميع طلابنا وطالباتنا طيب الآن نيجي على اليوم رح نتحدث عن فكرة جديدة إن شاء الله افهم مثال 27 وقيس عليه الباقي فركزوا معي بهذا المثال جد بعدي مستطيل هذا المطلوب شو بدي فيه هذا المطلوب آخر إشي بفكر فيه طيب جد بعدي مستطيل يمكن رسمه فوق محور السينات أين يقع المستطيل اللي بدى رسمه فوق محور السينات بحيث تكون إحدى قاعدتيه لما بيقولك إحدى قاعدتيه يعني أحد بعديه المستطيل له بعدين طوله عرض إما طوله أو عرضه على محور السينات بيقولك أحد أبعاده ينطبق على محور السينات ورأساه الآخران على منحنى قاف السين بساوي 36 ناقصين تربيع بحيث تكون مساحته أكبر ما يمكن أعبر عن اللي جواتكو آي أستاذ عبر سألوا الله معنا فاهميني شي بالضبط وليش قللك أنه قللك أني أنا فاهمي شي من اللي قريته سمعني كويس كوني قرأت السؤال ومش مستوعب منه إشي شو رأيك وأول شغلة نعملها بديش أشرح السؤال تعني أرسم هذا الاختران ليش بيقولك رأسين مرامد أرسم المستطيل رأسين من رؤوس المستطيل واقعات على منحنى الاقتران قاف السين 36 ناقصين تربيع معناته أنا علشان أرسم المستطيل خليني أول شغل أرسم الاختران عشان أستوعب السؤال هذا الاختران تربيعي قطع مكافئ وأخذنا تعلمنا رسمته بالتأسيس إذا بتذكروا لرسم اقتران تربيعي قطع مكافئ بروح بطلع نقطة الرأس إحداثيات الرأس الإحداث السيني للرأس سالب با على 2 ألف الإحداث السيني سين سالب با على 2 ألف طيب البا معامل سين معامل سين صفر مش واحد يقول لي سالب واحد السالب واحد هذه معامل سين تربيع البا معامل سين ما في سين كونه ما فيش سين إذن صفر طب البا سفر عثنين ألف إذن صفر الإحداث السيني للرأس صفر الإحداث الصادي صورة الصفر عندما السين صفر فإن صاد ستة وثلاثين صورة الصفر ستة وثلاثين إذن ما إحداثيات الرأس صفر ستة وثلاثين بس بتعين نقطة الرأس هاي رأس القطع المكافئ صفر ستة وثلاثين معامل سين تربيع سالب اتجاهه للأسفل أيوة لو كان معامل سين تربيع موجب الفتحة للأعلى إذن فتحته للأسفل طيب هاي للأسفل تمام هذا هو الاقتران التربيعي رسمنا حلو هذا بيمثل الاقتران قاف للسين اللي منكو بده تقاطع مع السينات إذا لزم الأمر عادي جدا التقاطع مع السينات إذا بدك إياه بس بلزمنيش بهذا السؤال بساوي بالصفر ستة وثلاثين ناقص سين تربيع ساوي بالصفر ستة وثلاثين تساوي سين تربيع ومنها سين موجب سالب ستة بقطع السينات عند الستة وعند السالب ستة طيب بس ما بلزمني بالحل هذا اللي رسمنا بمثل الاقتران قاف للسين تعالي الآن نقرأ السؤال طبعا بدي منكو شغلة محور التماثل مهم مين محور التماثل للقطع المكافئ المستقيم المار بالرأس هذه معلومة ديروا بقلكوا عليها القطع المكافئ محور تماثله المستقيم المار بالرأس هذا محور تماثل بقسمه لفتحتين متساويتين هذا مهم بهمني بالحل طب تعال مين المستقيم المار بالرأس نفسه محور الصادات إذن محور الصادات خليني أعلم باللون الأزرق هايو هذا بمثل محور تماثل طب ليش ركزت عليه عشان الرسم علشان لما نرسم المستطيل نخلي هذا محور التماثل مشترك زي ما علمتك علمتك في حصة سابقة شكلين داخل بعض اجعل محور التماثل مشترك يعني محور الصادات بقسم القطع المكافئ وبقسم المستطيل لجزئين متماثلين متساويين محور تماثل مشترك ومين محور التماثل للاختران التربيعي المستقيم المار بالرأس وبعدين ديروا بالكم صدفة انه محور التماثل محور الصادات مش شرط محور التماثل يكون دايما محور الصادات باعتمد عن نقطة الرأس نتابع تعالوا نعيد قراءة السؤال جد بعدي المستطيل يعني الطول والعرض يمكن رسمه فوق محور السينات وين المستطيل جاي فوق محور السينات كيف؟ بحيث تكون إحدى قاعدتين على محور السينات خلينا على هي إحدى القاعدتين تنطبق عمحور السينات بتروح لي عمحور التماثل إذا أخذنا مسافة عيمينه 2 سانتي بنوخذ مسافة عيصاره 2 سانتي المسافة عيمين التماثل تساوي المسافة على يصار التماثل هاي القاعدة الأولى للمستطيل هاي أحد أبعاده كمل ورأساه الآخران على منحنى قاف السين الرأسين الآخرين للمستطيل على منحنى قاف السين بهذا الشكل طبعا احنا رسمتنا هون يعني في عنا مش دقيقة نوعا ما سمنزبطها تمام ورأساه الآخران على منحنى الاقتران قاف السين هايو المستطيل يا جماعة هذا هو المستطيل تمام طب ليش بدنا الرأسين الآخرين على المنحنى علشان تطلع مساحته اكبر ما يمكن وقلتلك لرسم شكلين داخل بعض الشكل الداخلي لازم يلامس السطح الخارجي تمام طيب بدنا الآن بحيث تكون مساحته اكبر ما يمكن العلاقة الرئيسية على مساحة المستطيل قبل ما ابدأ معاكم بالحل الرسم واضح ولا لا استاذ هيك شيك عليها السريع حاضر لدينا اقتران تربيعي معادلته ستة وثلاثين ناقص سين تربيع قطع مكافئ رسمناه طلعنا نقطة الرأس لحداث السيني السالب باعث نين ألف طلعت سفر لحداث الصادي سورة السفر ستة وثلاثين رأس القطع السفر ستة وثلاثين معامل سين تربيع سالب إذن للأسفل تمام محور التماثل المستقيم المار بالرأس وهو محور الصادات هلأ بدي أرسم المستطيل بخلي محور التماثل مشترك المسافعة يمين التماثل تساوي المسافعة يصار التماثل تمام وأنشأت مستطيل الرأسين الآخرين جايات على منحنى قافسين المستطيل كله يقع فوق محور السينات إحدى القاعدتين بتنطبق على السينات والرأسين الآخرين على المنحنى بدنا مساحة هذا المستطيل تكون أكبر ما يمكن إذن العلاقة الرئيسية مساحة المستطيل الطول ضرب العرض واللي نايم يصحصح معي أيوة انتبه الآن إلى ما هو جديد أوع طالب يجي يعمل هيك نفرض طوله السين عرضه صاد لا 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 أوعك هاي الحركات بلا منها هنا نتعامل مع معادلة منحنى أحد رؤوس المستطيل رؤوسه ابتقى على المنحنى كيف نحدد الطول ونحدد العرض نتبع الخطوات التالية بتروح على الرؤوس اللي على المنحنى هاي رأس وهاي رأس اختار أي نقطة بتعجبك واحد منهم إما نختار نقطة على يمين التماثل أو على يصار التماثل خذ اللي على اليمين أسهل يلا هذه النقطة هذه النقطة اللي على المنحنى مع رأس المستطيل بتروح بتفرضها عبارة عن سين صاد تمام إذا نفرض نقطة على المنحنى مع رأس المستطيل اسمها سين صاد مش طالب يفرض لي النقطة هون ولا هون لا النقطة تقع على المنحنى ومع المستطيل جاي على رأس المستطيل حلو الآن النقطة اللي تحتيها مباشرة هاي شو رح يكون إحداثياتها طيب السينات سين نفسه السيني هون ما بتغير فاصلة صفر ليش لأنه هاي على السينات نقطة على السينات بمتصادات حلو وهاي طبعا تمثل نقطة الأصل صفر صفر يا سلام عليك انتبهي الآن ايش بدي منك علشان نطلع طول قطعة وفقية هذا انتبهوا عليه مهم مهم لإيجاد طول قطعة وفقية مثلا سبعة اثنين واحة اثنين بتأخذ فرق السينات فرق السينات سبعة ناقص واحد طبعا الفرق العدد اللي على اليمين ناقص العدد اللي على اليسار عشان يطلع موجب سبعة ناقص واحد هذه القطعة طولها ستة لإيجاد طول قطعة عمودية لاحظوا بالقطعة الأفقية الصادات ثابت ما بتغير نعم مين اللي بتغير؟ السينات بالقطعة العمودية العكس بالقطعة العمودية السيني ثابت الصادي هو اللي بتغير الحركة العمودية بتغير الصادات الحركة الأفقية بتغير السينات الحركة العمودية بتغير الصادات مثلاً هذه السالة بثنين وهاي سبعة الآن الآن منوخذ فرق الصادات مش فرق السينات بعدين الأهبر اللي أخذ فرق السينات واحد ناقص واحد صفر مش معقول هاي طول هالصفر الفرق المختلف يلا كيف نوخذ الفرق اللي فوق ناقص اللي تحت دايماً لأنه العدد اللي فوق أكبر من العدد اللي تحت مشان طولها يطلع موجب سبعة ناقص الناقص اثنين سبعة زائد اثنين تسعة هذه القطعة طولها تسعة وحدات كنت بسول في بدردشة معلومات عامة يلا نستخلص القول كيف نطلع طول قطعة أفوقية فرق السينات اليمين ناقص اليسار قطعة عمودية فرق الصادات اللي فوق ناقص اللي تحت بكفي دردشة تعال يا محترم الآن هذه النقطة احنا فرضناها سين صاد اللي تحتيها مباشرة سين سفر لاحظ بشكل عمودي السيني ثابت وصاد سفر لأنها على السينات وهاي نقطة الأصل اتفضل اعطيني طول هاي القطعة فرق السينات سين ناقص صفر هاي سين وصلت اخذنا فرق السينات سين ناقص صفر سين بدي طول هذه القطعة اللي هي عرض المشتطيل فرق الصادات الأفقي فرق السينات العمودي فرق الصادات صاد ناقص صفر هاي صاد بس طب هاي سين وهذا محور تماثل معناته اللي عيصار التماثل رح يكون سين صح ما طول المشتطيل سين زائد سين اثنين سين اذا الطول اثنين سين والعرض العرض اللي هو صاد بس هاي العلاقة الرئيسية ايوة استاذ طب احنا متعودين انه احنا دايما نفرض الطول والعرض يعني احنا متعودين بكل الامثلة السابقة انك لما تعطيني مستطيل انا بفرض من عندي نفرض طول وسين عرض وساد كلامك صحيح ولكن اذا رأس من الرؤوس المستطيل يقع على منحنة اقتران معين مش انت اللي بتحدد الطول والعرض لا تتبع الخطوات اللي علمتك اياها بتفرض نقطة على المنحنة هاي سين صاد الان النقطة اللي تحتيها مباشرة بتكون سين السيني ثابت صفر ومن ثم هاي نقطة الاصل صفر صفر القطعة الافقية فرق السينات سين ناقص صفر صين والعمودية فرق الصادات صاد ناقص صفر صاد اذا انا بنطلق من حيث اني افرض نقطة بافرض نقطة على المنحنة بناء عليها بحدد الطول والعرض تمام طب استاذي حكي فاضي بقول له ليش قال والله من خلص هاي سين وهي صاد اه اجت معي الهبل دبل بالمثال اللي بعده ما رح تزبط معك فانا قاعد بشرح مش لهذا المثال بشرح لهذا المثال ولغيره كمان فاتبع الطريقة اللي علمتك اياها علشان انطلع طوله وعرضه اول خطوة نفرض نقطة على المنحنة اسمها سين صاد طبعا النقطة اللي على المنحنة يا عيمين التماثل يا عيساره انا اخدت اليمين تمام طيب الان شغلي ثانية بقدر طالب يعمل هاي الحركة اسمع شو بدك في اللي على اليسار انا عندي طريقة اسرع قديش المسافة عيمين التماثل استاذ سين اضربها باثنين دايما نعم اضربها باثنين بدل ما اقول لك جارتها سين سين زائد سين اثنين سين لا احنا علمي طلع المسافة عيمين التماثل واضرب باثنين هاي سين اضربها باثنين شو بتصير اثنين سين اذا طولوا اثنين سين وعرضوا صد حلو طيب تعرفوا شو الحلو الآن انه العلاقة المساعدة جاهزة موجودة بالسؤال ونية استاذ قاعدة الاقتران تمثل العلاقة المساعدة طب استاذ ليش اه النقطة سين صاد ابتقى على المنحنة بتحقق معادلته صاد هي عبارة عن صورة لسين الاحداث الصاد صورة الاحداث السين والله يا استاذ بتحكي صح ومعانا قا في السين ستة وثلاثين ناقص سين تربيع اذا صاد ستة وثلاثين ناقص سين تربيع هاي العلاقة المساعدة والله يا استاذ طلع سهل نعم اذا العلاقة المساعدة هي قاعدة الاقتران المعطى بالسؤال لا تغلب حالك والله منيح يلا اذا صاد بساوي ستة وثلاثين ناقص سين تربيع علاقة مساعدة عوض المساعدة بالرئيسية ميم تساوي اثنين سين ضرب محل صاد ستة وثلاثين ناقص سين تربيع تمام شو رايك قبل ما نشتق ندمج خلي الاثنين برا دخلت الاثنين ما عندي مشكلة عادي بس انا الثابت بخلي برا وزع سين على القوس ستة وثلاثين سين ناقص سين تكعي تمام علاقة رئيسية متغير واحد هاي نبدأ بربوز لك اياها اشتق اساوي بالصفر المشتقة ميم فتحة تساوي الثابت بنزل ستة وثلاثين سين ستة وثلاثين سين تكعيب ثلاثة سين تربيع نساويها بالصفر اقصم عاثنين بروح الثابت انقل ستة وثلاثين تساوي ثلاثة سين تربيع عثلاث عثلاث ستة وثلاثين عثلاثة اطناعش اجذر سين جذر الاثناش طبعا هي أصلا موجب سالب بس السالب يهمل لأنه سين تمثل طول تمام علمات سين على خط الاعداد نعين جذر الاثناش ونختبر إشارة المشتقة ميم الفتحة للسين بدنا المساحة تكون أكبر ما يمكن أكبر ما يمكن عظمة إذن ثمانية طالع نازل هون تزايد الإشارة موجبة تناقص الإشارة السالبة ومنكتب العبارة اللي عليها علامة عندما سين جذر الاثناش تكون مساحة المستطيل أكبر ما يمكن وبعد هذا الاختبار الخطوة الأخيرة تحديد المطلوب طب ما المطلوب درجع للسؤال جد بعدي المستطيل شو يعني بعدي؟ شوفوا خطأ الطلاب جد بعدي المستطيل بيقول لك المطلوب سين وصاد لا أبعاد المستطيل الطول والعرض ليس بالضرورة طوله السين ويكون عرضه صاد سيد كيف نعرف؟ بنرجع للفرض تعال الطول اثنين سين هايها والعرض صاد ديروا بالكوه طوله اثنين سين وعرضه صاد ايوة فبتيجي الآن بتطلع صاد صاد ارجع للعلاقة المساعدة صاد ستة وثلاثين ناقص سين تربيع الآن ستة وثلاثين ناقص السين جذر الاثناش تربيع اطناش ويساوي اربعة وعشرين بتقول له طوله اثنين سين اثنين جذر الاثناش عرضه بيساوي صاد اللي هي اربعة وعشرين جواب نهائي بعدي المستطيل هما اثنين جذر الاثناش اربعة وعشرين وهو المطلوب تمام التمام طيب ان شاء الله استوعبنا هذا السؤال وين الفكرة الفكرة انك بتفرض مقطع المنحنة ومنها منحدد الطول والعرض اما بدون ما تفرض مقطع لا تحل او عادي جي تقول لي هون سين وتصير تحط من عندك لا عندما رأس المستطيل يقع على منحنة بنفرض نقطع المنحنة ومنها نحدد الطول والعرض بدون ما تفرض نقطع المنحنة لا تشتغل طيب هذا المثال خليه على اللوح طلعوا شو بده سوي بس بدي اغير المنحنة بدل ستة وثلاثين ناقص سين تربيع ثمانية ناقص سين تربيع زائد أربعة سين شو عملت يا استاذ غيرت لك المنحنة وبديش احلو للأخير طبعا بس ده وصل الفكرة طيب الآن أكيد الرسمة تغيرت مية بالمية الرسمة تغيرت نمسح ونفس المثال نفس النص بس غيرت لك المنحنة مشان نبعد عنه الصدف المثال اللي حلنا بقى محور التماثل هو محور الصادات هل محور التماثل دايما محور الصادات الجواب لا دير بالك خلينا نشوف هذا المثال الآن تعالوا نرسم يا جماعة هاي محور السينات ونحاول نكبر الرسمة وهاي محور الصادات تمام محور السينات محور صادات نقطة الرأس سالب با على اثنين ألف تفضل البا معامل سين معامل سين أربعة إذن البا أربعة والقانون سالب سالب أربعة على اثنين ألف ألف معامل سين تربيع معامل سين تربيع سالب واحد ناقص أربعة ناقص اثنين فيها اثنين الاحداث السين لرأس القطع اثنين الاحداث الصادي صورة الاثنين يلا ثمانية ناقص اثنين تربيع اربعة زائد اربعة باثنين ثمانية ثمانية ناقص اربعة 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 وثمانية اطناش صاد بتساوي اطناش اذا ما رأس القطع الرأس اثنين فاصلة اطناش تمام هلا بعد ذنكو هذا بدي امسحه مش هنعرف ارسم اذا شو طلع رأس القطع المكافئ اثنين اطناش يا استاذ اثنين فاصلة اطناش رأس القطع المكافئ هللي ننزيح هاي لهون شوي شان تزبط معانا الرسمة تمام يلا اثنين سينات هاي اثنين سينات واثناش صادات هاي يقول هاي اطناش هاي نقطة الرأس اثنين اطناش بالله يركزوا معاي الان هاي نقطة الرأس اسمع شو بدي منك قبل ما ترسم القطع المكافئ ارسم لي محور التماثل محور التماثل يمر بالرأس هاي الرأس معناته هذا اللي بالازرق محور تماثل ركزوا معاي هذا محور تماثل محور تماثل شو يعني هذا الخط الازرق بيقسم القطع المكافئ لجزئين متماثلين وبيقسم كمان المستطيب هذا محور تماثل مشترك طيب ارسم القطع المكافئ بس دكتراح يشغله طبعا معامل سين تربيع سالب اتجاهه للأسفل لما النزده للأسفل انتبه انه هذا محور تماثل يعني ما يطلع معاك بالرسم هيك هذا محور تماثل قال فتحة كبيرة وفتحة صغيرة ما بصيرش ما هو اسمه محور تماثل خلي الفتحتين قد بعض انا ما بدي رسم مية بالمية بس تقريبا طيب الان واحد اثنين ثلاثي أربع هي خمسة ماشي واحد اثنين ثلاثي أربع هي خمسة يعني رح ييجي معانا على اللوح بهذا الشكل تمام ساب مفتول شوي طيب تعالوا رسمنا اياه انتبه بطلع معاك ازاي حبت ازاي الصاروخ بطلع معاك طيب هذا هو القطع المكافئ اللي هو قاف السين حلو هلا كيف ارسم المستطيل بتروح لي على محور التماثل هون تبه كيف برسم انا بروح عن محور التماثل اذا اخذنا مسافة عيمينه ثلاثي سانطي بنوخذ مسافة على اليسار ثلاثي سانطي محور تماثل المسافة على يمينه بتساوي المسافة على يساره وهاي احدى القاعدتين والرأسين الاخرين على المنحنة هاي على المنحنة رسم تقريبي طبعا تمام ماشي الحال هذا هو المستطيل طالب هنا يتساءل استاذ طب انا ما رسمته هيك بالطول رسمته بالعرض يعني طالب بيقولك اخذت مسافة عشرة وعليا صار عشرة وطلع معايا المستطيل هيك ما عندي اي مشكلة رسمت المستطيل بالطول رسمت المستطيل بالعرض ليس خلاف بس اهم شغلة انك تخلي محور التماثل المشترك المسافة على يمينه بتساوي المسافة على يساره تمام طب نيجي على الان مساحة المستطيل هي العلاقة الرئيسية لاحظوا هنا محور التماثل مش محور الصادات ايوه محور التماثل جاي على اثنين ايوه طب مساحة المستطيل الطول ضرب العرض المساحة تساوي كيف نحدد الطول والعرض الطريقة اللي علمتك اياها بتروع المنحنة يلا هلا في عندك نقطين على المنحنة هاي وهاي اختار واحدة منهم اما اللي عيمين التماثل او اللي عيصاره انا نصحتك باليمين اليمين اسهل شو نفرضها استاذ كالمعتاد نفرضها سين صاد ممتاز النقطة اللي تحتيها مباشرة شو رح تكون استاذ الحركة العمودية بتغير الصادات يعني السيني بيظل نفسه سين الاحداثي الصادي صفر لانا تقع هذه النقطة محور السينات حلو وهذه النقطة اللي هون شو حدثياتها استاذ السيني 2 محور التماثل جاي على الاثنين معناته هاي رح تكون 2.0 فاصلة صفر يا السلام عليك يعطيك العافية طلع لي طوله وطلع لي عرضه يلا هذه القطعة طولها فرق السينات القطعة الافقية فرق السينات والعمودية فرق الصادات اعطيني فرق السينات سين ناقص 2 هذه طولها سين ناقص 2 طب اللي عيصارها شو رح تكون استاذ كمان سين ناقص 2 بس استاذ في طريقة اسرع احنا منطلع القطعة اللي عيمين التماثل والناتج منضربه باثنين يعني طول المستطيل اثنين ضرب سين ناقص 2 احسنت ممتاز اخلصنا من الطول نيجي على العرض عرضه فرق السادات اعطيني فرق السادات صاد ناقص صفر صاد اذا عرض المستطيل هو عبارة عن صاد حلو اذا طوله اثنين في سين ناقص اثنين او اثنين سين ناقص اربعة وعرض المستطيل هو صاد هاي العلاقة الرئيسية استاذ بدنا العلاقة المساعدة يا سلام العلاقة المساعدة اللي هي قاعدة الاختران صاد ما هي النقطة سين صاد ابتقى على المنحنة صاد هي تمثل قاف السين وقاف السين ثمانية ناقص سين تربيع زائد اربعة سين يعني استاذ الحلو بهاي الاسئلة انه العلاقة المساعدة جاهزة موجودة بالسؤال وهي قاعدة الاختران مية بالمية بس وين الرك هون الرسم انك ترسم صح تفرض نقطة على المنحنة هذه النقطة سين صاد هي اللي بتحدد الطول والعرض بدك افقي خذ فرق السينات بدك عمودي فرق الصادات القطعة الافقية سين ناقص اثنين والعمودية صاد ناقص صفر طلع لي على اليمين واضرب الجواب باثنين بالله عوض لي هاي المساعدة بالرئيسية مين اثنين سين ناقص اثنين محل صاد ثمانية ناقص سين تربيع اربعة سين اصبح عندك علاقة رئيسية متغير واحد حلو قبل ما تشتق اذا خليته هيك مشتقة حاصل ضرب اغترانين الاول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول صح اما انا بفضل الدمج خلي الاثنين برا وزع سين ثمانية سين ناقص سين تكعيد اربعة سين تربيع وزع السالب اثنين ناقص ستعش زائد اثنين سين تربيع ناقص ثمانية سين ودايما بعد فك الاقواس تجميع الحدود المتشابهة ثمانية سين مع سالب ثمانية سين ناقص اثنين بينزل ناقص سين تكعيب اربعة سين تربيع واثنين سين تربيع ستة سين تربيع ناقص ستبعش علاقة رئيسية متغير واحد فيه ابسط صور الان اشتق وساوي بالصفر انا قلت لكم بديعطيكم الفكرة هيني كملته الثابت بنزل ناقص سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع زائد اثناش سين هاي المشتقة نساويها بالصفر طاسي مع اثنين بتروح يلا خذ عامل مشترك ناقص ثلاثة سين او ثلاثة سين اللي بدكية شو بيظل سين موجب ع سالب سالب اثناش ع ثلاثة هاي اربعة يساوي سفر اما سين صفر تهمل او سين بتساوي اربعة وعلى خط الاعداد بتختبرها اكبر ما يمكن عظمة عندما سين اربعة تكون المساحة اكبر ما يمكن بتعرفوا ليش كملته عشان اقول لكم شاغلة هو طالب بعدي المستطيل ترجع للفرض الطول هايو اثنين في سين ناقص اثنين والعرض هو صاد صاد هي عبارة عن ثمانية ناقص سين تربيع سين اربعة تربيع ستاش زائد اربعة سين اربعة باربعة ستاش بتصفي ثمانية بتقول له الطول اثنين بسين ناقص اثنين السين اربعة ناقص اثنين 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 باثنين اربعة العرض بساوي صاد ويساوي ثمانية اذا بعدي المستطيل هما اربعة ثمانية وهو المطلوب هايكملت للاخر السؤال تمام يا استاذ لما بدك الطول والعرض ارجع للفرض مين اللي حلما كان الطول اثنين بسين ناقص اثنين مين حلما كان العرض صاد تمام طب الان مثال رقم ثمانية وعشرين وهو السؤال وزارة الفين وستعش انتبهوا عليه بيقول لك يقع رأسان من رؤوس المستطيل المظلل في الشكل المجاور بس الشكل المجاور نا والله كويس الامثلة السابقة الرسمة ما كانت مرسومة هذا السؤال الوزارة ما اعطيك الرسمة على طبق من ذهب جاهزة تفرجوا عليها هذه الرسمة كانت بالامتحان يا جماعة تمام شو بيحكي السؤال هسا نقرأ يقع رأسان من رؤوس المستطيل المظلل في الشكل المجاور انا بدل التضليل لونت الكويا هذا اللي بالازرق مستطيل رأسان من رؤوس المستطيل بقعوا على منحنة الاقتران قاف السين سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة أيها بالله نتأكد فعلا انظر قاف السين هذا الاقتران التربيعي طلعوا عليها رأسان من رؤوس المستطيل واقعات عليه صح يا أستاذ رأسان بقعوا على منحنة الاقتران قاف السين كمل ورأسان الآخران على المستقيم صاد واحد اثنين زائد سين والمستقيم صاد اثنين ثمانية ناقصين بلا خنشوف ركز هاي صاد واحد هات صاد واحد رأس من الرؤوس المستطيل جاي على صاد واحد والرأس الأخير من المستطيل جاي على المستقيم صاد اثنين هايو تمام بغاية هون هلا المستطيل إليه أربع رؤوس رأسين على قاف السين رأس على المستقيم صاد واحد والرأس الرابع على المستقيم صاد اثنين يعني الرؤوس الأربعة واقعات على أكم اقتران ثلث اقترانات الامثلة السابقة كنا نتعامل مع اقتران واحد هون عندي ثلث اقترانات تابع جد بعدي المستطيل شاي يعني بعدي أستاذ الطول والعرض أيوة ما حدا يقول لي سين وصاد الطول والعرض الذين يجعلان مساحته أكبر ما يمكن مساحة المستطيل أكبر ما يمكن إذن واضح إنه العلاقة الرئيسية مساحة المستطيل الطول ضرب العرض أوعى واحد يفرض الطول والعرض من عنده عندك منحنيات طيب الطريقة اللي علمتكم إياها لا تغيروها بتروح لي على محور التماثل صاد طب وين محور التماثل أيوة ما هو هنا السؤال هاي رأس القطع المكافر هاي نقطة الرأس محور التماثل المستقيم المار بالرأس أيوة بس في سؤال بطرح نفسه تبهوا عليه هل هذه النقطة بقابلها هذه النقطة هو هنا السؤال هل هاي وهاي جايات قبال بعض ولا لا أستاذ كيف بدنا نعرف كيف بدنا نعرف منروح منطلع هاي النقطة ومنطلع هاي النقطة وبنشوف إنه نقبال بعض ولا لا أستاذ هاي تمثل رأس القطع المكافر ممتاز بتجيب لي نقطة الرأس يلا طبعا نقطة الرأس مهمة بالحل ديروا بالكم لازم أطلع نقطة الرأس الإحداث السيني سالب با على ثنين ألف البا معامل سين سالب ستة هيا السين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة البا معامل سين سالب ستة محة سالب موجب ستة على ثنين ضرب ألف معامل سين تربيع واحد هاي واحد ستة عثنين ثلاث ما في داعي نطلع الصورة ما هيها على السينات جاي رأس القطع ينطبق على السينات هاي ثلاثة فاصلة سفر واللي منكو بيعود سين بثلاث بيقاه في السين رح تطلع معا أكيد صاد سفر وصلت يا أستاذ هلأ نيجي على هاي النقطة سادها كيف نطلحها والله هاي نقطة تقاطع مستقيمين تقاطع صاد واحد مع صاد اثنين كيف نجد نقطة تقاطع اقترانين بنسويهن ببعض بنحل المعادلتين حذف تعويض يلا صاد واحد معادلته خلينا اكتبها هون اثنين زائد سين وصاد اثنين معادلته ثمانية ناقصين اذا بدي اطلع تقاطع صاد واحد مع صاد اثنين تقاطع صاد واحد مع صاد اثنين اذا بساوي المعادلتين ببعض صاد واحد اثنين زائد سين وصاد اثنين ثمانية ناقصين تمام اروح يا سين لعند سين سين زائد سين اثنين سين اروح يا اثنين لعند الثمانية ثمانية ناقص اثنين ستة قسم على اثنين تطلع سين ثلاث الله الاحداث السيني لهاي النقطة هو ثلاث السيني تبحى ثلاث والاحداث السيني لرأس القطع ثلاث طب هون السيني ثلاث طبعا الصاد يبلزم كاش بس إذا بدك إياه اثنين زائف ثلاث خمسة أو ثمانية ناقص ثلاث خمسة أي ثلاث خمسة هل هذه النقطة وهذه النقطة إقبال بعض نعم لماذا لأن السيني نفسه ثلاث ثلاث إذن وصل بناتهم هذا الخط اللي رسمته متقطع محور تماثل هذا محور تماثل للقطع المكافئ ومحور تماثل كمان للمستطيل تمام يا أستاذ بجوز البعض يتساءل طب أستاذ مبينات إقبال بعض لا هذا علي علامات بالوزارة بدك تثبت إنه إقبال بعض لازم الإحداث السيني يطلع نفسه هون طلعنا نقطة رأس القطع المكافئ على القانون وهون تقاطع مستقيمين سونا هنا بعض ثم هذه نقطة الرأس بتلزم بالحل يعني هاي الثلاث رح نستخدمها بالحل لازم نطلع نقطة الرأس تمام يا أستاذ الآن نيجي على بدنا نفرض نقطة الآن هاي محور التماثل يا على اليمين يا على اليسار اتفقنا على اليمين هاي اليمين ولكن في نقطين هاي وحدة وهي وحدة شو بمتاز هذا السؤال إنه عيمين التماثل يوجد نقطين على المنحنة نقطة على المستقيم صاد اثنين ونقطة على منحنة قافسين الأمثلة السابقة عيمين التماثل كان الرأس يقع على منحنة واحد هنا عيمين التماثل الرأسين على منحنيين أيوة هذه النقطة سين فرطها أيوة ولكن الإحداث الصادي هو عبارة عن صادي اثنين آه بدي منكم شغلة بدل ما تكتب سين صاد اكتب سين صاد اثنين أقولكم ليش إذا كتبنا سين صاد بعد شوي منصير ندور قديش صورة سين طب ما عندك ثلث اقترانات مشان نتميزهم عن بعض أكتب النقطة مع اقترانها هذه النقطة جاية على أي اقتران جاية على المستقيم صاد اثنين إذا بكتب سين فاصلة صاد اثنين تمام وإذا السؤال بالامتحان ما كان مرقم لك إياهم بترقمهم مشان نتميزهم عن بعض تمام ابتيجي عن نقطة اللي تحتها مباشرة السيني سين استاذ طب ليش سين آه نقطين جايات بشكل عمودي بشكل عمودي مين اللي بتغير الصادات السيني ثابت إذا هاي سين اللي تحتيها سين ديروا بالكم دايما بشكل عمودي السيني نفسه اللي بتغير الصادات آه بشكل أفقي اللي بتغير السينات الصاد نفسه دايما دير بالك علمي الحركة الأفقية بتغير السينات السيني مختلف الصاد متساوي الحركة العمودية السيني متساوي الصاد مختلف تمام هاي سين إذا اللي تحتيها سين طيب هذه النقطة على أي منحنة جاية صاد واحد ولا صاد اثنين ولا قاف السين أستاذ هذه النقطة جاية على منحنة الاقتران التربيعي قاف السين أيوة إذن بتكتب عليها سين فاصلة قاف السين وصلت يعني الأستاذ لإحداث الصادي نأخذ اسم الاقتران أيوة اللي فوق جاية على صاد اثنين إذن سين صاد اثنين اللي تحت جاية على قاف السين إذن سين فاصلة قاف السين أستاذ طب وين راح صاد واحد ملناش فيه احنا بنشتغل عيمين التماثل يمين التماثل عندي نقطين نقطة عصاد اثنين ونقطة على قاف السين تمام ساذي الأمثلة السابقة ما كنا نعمل هيك نعم لأن الأمثلة السابقة عيمين التماثل كنا نتعامل مع اقتران واحد فقط كنا نقول لك سين صاد إذا عندي أكثر من اقتران صين رقم هذه النقطة جاي عصاد اثنين هذه عقاف السين واذا مشهم رقمات الاخترانات برقمهم وصلت يا أستاذ ومن هنا نحدد الطول والعرض إذا متى ببلش الطول والعرض بعد ما نفرض نقاط طب أستاذ ما بدك تفرض نقاط عيصار التماثل لا خذ اليمين بس ليش إذا انعرف اليمين انعرف اليسار ما هو عندك محور تماثل وصلت يا أستاذ يلا طلعوا لي الآن طول هذه القطعة ركز من هون لهون الحمرة من هون لعند التماثل قطعة أفقية فرق السينات أعطوني فرق السينات سين ناقص ثلاث التماثل هاي جاي عالثلاث إذن هذه القطعة طولها سين ناقص ثلاثة طيب طب القطعة كاملة أستاذ أضرب باثنين سين ناقص ثلاث أضربها باثنين بصير الطول اثنين ضرب سين ناقص ثلاثة تمام ضرب العرض العرض بيمثل هذه القطعة القطعة العمودية خذ فرق السادات وكيف نأخذ الفرق اللي فوق ناقص اللي تحت الأعلى ناقص الأدنى يلا اللي فوق صاد اثنين ناقص اللي تحت اللي تحتيه قاف السين إذن عرض المستطيل عبارة عن صاد اثنين ناقص قاف السين فرق السادات تمام الأمثلة السابقة بقت هذه النقطة جاية على السينات بقينا نقول لك صاد ناقص صفر كنت تقول لي صاد على السريع أيوة بقت هذه النقطة تنطبق على السينات هذه النقطة مش على السينات على منحة ناقص السين بدل صاد ناقص صفر صاد اثنين ناقص قاف السين تمام إذن عرض المستطيل صاد اثنين ناقص قاف السين طيب التكملة سهلة والله سهلة ركز كيف الأستاذ حط الأبعاد أول حاجة فرضت نقاط ورحت عن محور التماثل عيمينه فيه نقطتين نقطة عصادي 2 ونقطة عقاف السين هذول النقطتين جايات عمودي السيني متساوي سين تحتها سين الصادي مختلف الآن الإحداث الصادي حسب الاختران هذه النقطة جاية عصادي 2 وهذه النقطة جاية عقاف السين بس صار عندك نقطتين سين صادي 2 وسين قاف السين الآن القطعة الأفقية فرق السينات سين ناقص 3 العمودية فرق الصادات صادي 2 ناقص قاف السين إذن قولوا 2 في سين ناقص 3 ضربنا ب2 وعرضوا صادي 2 ناقص قاف السين الآن هاي العلاقة الرئيسية المساعدة اللي هي قاعدة الاقتران كيف صادي 2 اللي هي هيها هي صادي 2 ثمانية ناقص إذن محل صادي 2 ثمانية ناقص هاي صادي 2 ناقص قاف السين قاف السين هاي قاعدته سين تربيع ناقص ستة سين زاء التسعة بين أقواس لأنه في سالب سين تربيع ناقص ستة سين زاء التسعة تمام صارت العلاقة الرئيسية متغير واحد نحتاج إلى تبسيط ميم اثنين بسين ناقص ثلاثة ضرب يلا دخل السالب على القوس ثمانية ناقص سين ناقص سين تربيع زائد ستة سين ناقص تسعة طيب ثمانية مع ناقص تسعة ناقص واحد ناقص سين زائد ستة سين موجب خمسة سين ناقص سين تربيع تمام الان اما مشتقت حاصل ضرب اقترانين او ادمج انا بدي ادمج خلي الاثنين برا وزع سين على القوس بصير ناقص سين زائد خمسة سين تربيع ناقص سين تكعيب ان ناقص ثلاث وزحها على القوس موجب ثلاث ناقص خمسة عشر سين زائد ثلاثة سين تربيع فكية الاقواص تجميع الحدود المتشابهة ناقص سين وناقص خمسة عشر سين ناقص ستة عشر سين خمسة سين تربيع زائد ثلاثة سين تربيع ثمانية سين تربيع والناقص سين تكعيب بنزلها علاقة رئيسية متغير واحد اشتق وساوي بالصفر يلا المشتقة تساوي الثابت بنزل ناقص ستة عشر سين ناقص ستة عشر ثمانية سين تربيع مشتقتها ستة عشر سين الناقص سين تكعيب مشتقتها ناقص ثلاث سين تربيع نساويها بالصفر اقسم عثنيا بروح الثابت اعادة ترتيب يلا شو رأيك نضرب المعادلة بسالب عشان معامل التربيع يصير موجب يلا اضرب لي اياها بسالب ناقص ثلاث سين تربيع تصبح ثلاث سين تربيع موجب ستة عشر سين تصبح ناقص ستة عشر سين ناقص ستة عشر بتصير موجب ستة عشر يساوي سفر اذا ضربنا المعادلة بسالب معادلة تربيعية حللها بين اقواس ثلاث سين تربيع ثلاث سين ضرب سين الحد المطلق موجب مثل الاوسط سالب سالب تحليل الستة عشر بالتجريب ممكن اربعة باربعة ممكن ثمانية باثنين ممكن ستعشر بواحد بالتجريب لانه معامل التربيع مش واحد طي احنا جربنا هاي اربعة وهاي اربعة نتأكد القريبين سالب أربعة سين البعيدين ثلاثة سين بنقص أربعة ناقص اتناش سين ناقص أربعة وناقص اتناش хين ناقص ستة عشر اعطى الاوسط القريبين زائد البعيدين ساوى الأوسط إما ثلاثة سين ناقص أربعة تساوي صفر أو سين ناقص أربعة صفر هنا سين أربعة عثلاث وهنا سين أربعة تمام أيوة طب استاذي الثنتين موجبات أيوة القرار لخط الأعداد بتعين القيمتين أربعة عثلاثة أربعة ونختبر الإشارة السرقة ما بتزبط روح لي على المشتقة معامل سين تربيع سالب هايوة قبل ما نساويها بالصفر الأصلية معامل سين تربيع سالب إذن هاي نفس السالب عكس موجب وهاي نفس السالب هنا تناقص هنا تزايد وهنا تناقص عندما سين أربعة ثلاث أصغر ما يمكن وعندما سين أربعة أكبر ما يمكن السؤال بدوا إياها أكبر ما يمكن إذن بختار الأربعة عندما سين تساوي أربعة تكون المساحة أكبر ما يمكن تحديد المطلوب جد بعدي المستطيل هاي منوضوح حكينا فيه كثير شيهن أبعاد المستطيل ارجع لا الفرض ارجع للمساحة تعال الطول هايو اثنين بسين ناقص ثلاث هاذ بيمثل الطول وصادي اثنين ناقص قافي سين هاي بتمثل العرض ركز انتبه جيدا هلأ شو بتقوله بالامتحان بتقوله كالتالي طوله يساوي اثنين بسين ناقص ثلاثة سين أربعة عود سين أربعة طوله يساوي اثنين بأربعة ناقص ثلاثة اثنين بواحد اثنين هاذا الطول طب العرض العرض هو عبارة عن صادي اثنين ناقص قافي السين عرضه صادي اثنين ناقص قافي السين طب يا علمي صاد 2 ناقص قاف السين لما بسطناها هي صاد 2 وهي قاف السين لما بسطناها طلعت هيك هي تبسيطها هذه تبسيط لصاد 2 ناقص قاف السين يعني عرض المستطيل ناقص 1 زائد 5 سين ناقص سين تربيع عوض سين ب4 5 ب4 20 سين 4 تربيع 16 ناقص 1 زائد 20 19 ناقص 16 ثلاثة جواب نهائي بعدي المستطيل هما 2 ثلاث وهو المطلوب تمام تمام انتهينا من هذا المثال طيب خليكم معنا يلا مثال رقم 29 ان شاء الله هذا مثال سهل من تمرين الكتاب وجابة الوزارة بالامتحان جد اكبر مساحة ممكنة لشبه المنحرف امثلتنا السابقة عبارة عن مستطيل هنا بدل مستطيل شبه منحرف ونذكر ان مساحة شبه المنحرف نص ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع وشبه المنحرف هو شكل رباعي يحتوي على ظلعين متوازيين والظلعين المتوازيين هما القاعدتين واللي بنسى قانون مساحة شبه المنحرف يذكر قانون مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع بدل قاعدة قاعدتين نصف في مجموع القاعدتين في الارتفاع بيقولك يمكن رسمه تحت محور السينات الامثلة السابقة بقى الشكل فوق السينات هنا بيقولك تحت السينات بحيث تكون احدى قاعدتيه على محور السينات ورأساه الاخران على منحنى قاف السين سين تربيع ناقص اربعة اخر اشي بيقولك انظر الشكل نعم انظر الشكل يعني الرسمة مرسومة اه مرسومة هذه الرسمة مرسومة وجاهزة ابدا بس داقولكو شغلة في حالة انه ما اعطنيش الرسمة علمتك كيف ترسم اول شي بترسم القطع المكافئ سين تربيع ناقص اربعة بطلع الرأس سفر سالب اربعة هايو سفر سالب اربعة ومعامل سين تربيع موجب الفتحة للاعلى تمام محور تماثله رح يكون محور الصادات لانه يمر بالرأس هاي نقطة الرأس فمحور الصادات يمثل محور تماثل بعديها شو بيقولك السؤال تكون احدى قاعدتيه على محور السينات احدى القاعدتين لشبه المنحرف تنطبق على السينات هاي القاعدة الاولى هاي اول قاعدة ورأساه الاخران على منحنة الاقتران قاف السين هاي الرأسين الثانيات ها ما هو شبه المنحرف هايو اربع رؤوس زي المستطيل عندك نقطتين بين طبقا على السينات هاي احدى القاعدتين والرأسين الاخرين على منحنة قاف السين علشان المساحة شو تطلع اكبر ما يمكن تمام شو رايكو بس للشرح نسميه شبه المنحرف الف ب شو رايكم جيم دال يلا شبه المنحرف الف ب جيم دال طيب العلاقة الرئيسية مساحته اكبر ما يمكن العلاقة الرئيسية مساحة شبه المنحرف القانون نص في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع هذا القانون طيب استهد من هم القاعدتين القاعدتين الضلعين المتوازيين تعال الف دال يوازي باجيم اذا هذول هن القاعدتين ركز معي من القاعدتين الف دال وباجيم طيب روح لي على القاعدة الف دال يا السلام معلومات عامة استاذ كيف نطلع طول القاعدة الف دال فكر فيها بس بريزة فكر اذا عرفنا حداثيات الف وعرفنا حداثيات دال هل منقدر نطلع طول القاعدة الف دال نعم فرق السينات اليمين ناقص اليسار يلا السؤال اللي بطرح نفسه يا علمي مني نجيب حداثيات الف ومني نجيب حداثيات دال النقطة الف ودال هي نقاط تقاطع منحنة قاف السين مع محور السينات والله استاذ بتحكيه صح بعيد الالف ودال هي نقاط تقاطع قاف السين مع محور السينات يلا كيف اجيب تقاطع قاف السين مع محور السينات بساويه بالصفر التقاطع مع السينات بموت الصادات اروع على قاف السين سين تربيع ناقص اربعة وساويه بالصفر سين تربيع اربعة ومنها سين موجب سالب اثنين بس معناته الف احداثياتها اثنين صفر والنقطة دال سالب اثنين صفر معناته طول القاعدة الف دال فرق السينات اثنين ناقص ناقص اثنين اربعة اذا هذه القاعدة طولها اربعة علم فهمتوها فهمناها اذا اول سؤال بيمر معاي اني احتجت لتقاطع منح ناقاف مع محور السينات شو عملنا سوينا بالصفر خلينا صاد سفر تمام وطلعت سين موجب سالب اثنين هاي اثنين صفر وهاي سالب اثنين صفر فرق السينات اثنين ناقص ناقص اثنين اربعة خلصنا من اول قاعدة طيب نيجي على القاعدة الثانية باجين يلا الان هاي محور التماثل زي ما علمتك اول شغلة بتدور على محور التماثل هذا بقسم القطع المكافئ وبيقسم كمان شبه المنحرف المسافة عيمينه بتساوي عيصاره وروح لعيمين التماثل خذ نقطة على المنحنة هيها والحلو بالسؤال انه كاتب لك عليها سين صاد يعني تغلبش حالك واذا مش كاتب لك عليها يا محترم من يعلمتك بروح عيمين التماثل بفرض نقطة على المنحنة اسمها سين صاد تمام هاي سين صاد يلا النقطة اللي قبالها هيها انتبه شو بيقابلها هون هون سين معناته هون سين دايما دايما بشكل عمودي السيني ثابت وكون هذه النقطة ابتقى على محور السينات اذا الصادي سفر تمام اي نقطة على السينات بموت الصادات طيب وهذه الجاية على الصفر محور الصادات بالله ما طول هذه القطعة من هون لهون ايوة ميهاي سفر سفر سين ناقص صفر سين اي نقطة على الصادات السينات صفر الاحداث السيني للنقطة هاي صفر ما بهمني الاحداث الصادية سين ناقص صفر اذا سين طيب عيمين التماثل سين وعيصار سين ما طول القاعدة باجيم سين زائد سين اثنين سين او سين ضرب اثنين تمام يلا بعيد القاعدة الثانية طول القاعدة باجيم هذه النقطة فرضناها سين صاد تمام الان هاي محور التماثل بدي المسافة من هون لهون فرق السينات وفقي فرق السينات سين ناقص صفر ليش صفر لانه هذه النقطة على الصادات السينات صفر سين ناقص صفر سين عييمين سين عيصار سين اذا طول القاعدة اثنين سين يلا القاعدة اللي فوق اربعة واللي تحت اثنين سين يلا النص ضرب مجموع القاعدتين القاعدة العلوية اربعة والقاعدة السفلية باجيم اثنين سين في الارتفاع وين الارتفاع الارتفاع هايو هذا اللي بالازرق يمثل ارتفاع شبه المنحرف وهو العمود الواصل بين القاعدتين تعريف الارتفاع العمود الواصل بين القاعدتين طب هذا الارتفاع فرق الصادات كيف يأخذ الفرق اللي فوق ناقص اللي تحت ديروا بالكم مين اللي فوق صفر فرق الصادات واللي تحت صاد طوله صفر ناقص صاد صفر ناقص صاد سالب صاد تمام في اعتراض من الطلاب بقول له ارتفاعه سالب صاد شو بقول لي الساد السالب يهمل بقول له ليش قال ما في ارتفاع بالسالب هذا عبارة عن طول ومين قال لك انه هذا اصلا سالب ساد هايو في اشارة سالب اه دقيقة شوي يا محترم هذا الاختران يقع تحت محور الصينات كونه جاي تحت الصينات صاد بتكون سالبة تبه كونه جاي تحت الصينات صاد نفسها سالبة يعني صاد اقل من صفر لانه تحت الصينات طب صاد سالبة محه سالب بتصير موجب اه والله يا استاذ ما انتبهت ما هو الاختران جاي تحت السينات تحت السينات بيكون الاختران سالب صاد سالب معه سالب بيصير موجب هاي قضية القضية الثانية بدي منكو شغله ما دام اخذنا لفوق ناقص اللي تحت اكيد الجواب موجب بدون ما تفكر فرق الصادات اللي فوق ناقص اللي تحت الجواب اللي بيطلع معاك يمثل موجب دايما قطعة افقية يمين ناقص يصار عمودية الاعلى ناقص الادنى اللي فوق ناقص اللي تحت دايما الجواب موجب اذا ارتفاع شبه المنحرف هو السالب صاد تمام المساحة شو رايكو النص اندخله على القوص طب اش معنى هالمرة احنا طول عمرنا منخلي الثابت برا والله لانه يقبل القسمة على اثنين بس نص بأربعة اثنين نص باثنين سين سين ضارب هلا هاي العلاقة الرئيسية العلاقة المساعدة هي قاعدة الاختران قاف السين صاد تمثل قاف السين يعني صاد بتمثل سين تربيع ناقص اربعة هايها صاد طب مضروبة بسالب يلا اما بقوله بصير ناقص سين تربيع زائد اربعة او منعكسها اعكسها اربعة ناقص سين تربيع تمام رحنا عصاد سين تربيع ناقص اربعة وضربناها بسالب اعكسها اربعة ناقص سين تربيع فك الأقواس ميم وزع الاثنين ثمانية ناقص اثنين سين تربيع وزع سين على القوس أربعة سين ناقص سين تكعيد لا يوجد حدود متشابهة بلاش اشتق وساوي بالصفر الثمانية بتروح ناقص أربعة سين زائد أربعة ناقص ثلاثة سين تربيع نساويها بالصفر اضرب لي المعادلة بسالب عشان معامل التربيع يصير موجب مع إعادة الترتيب ثلاثة سين تربيع ناقص أربعة سين موجب أربعة سين موجب أربعة ناقص أربعة يساوي سفر معادلة تربيعية بتحللها ثلاثة سين تربيع ثلاثة سين بسين حاصل ضربهم أربعة وإشارة الحد الأخير سالب مختلفات وبالتجريب عاد بدك تجرب لو أخذنا ثنين بثنين طيب لو أخذنا هون موجب أو العكس هون سالب وهون موجب قديش القريبين سالب اثنين سين البعيدين موجب ستة سين اجمحهم ناقص اثنين وستة أربعة سين الحد الأوسط مية بالمية يلا إما ثلاثين ناقص اثنين صفر ومنها سين تساوي اثنين على ثلاثة سين زائد اثنين صفر ومنها سين سالب اثنين تهمل على خط الأعداد نختبر الثلثين وإشارة المشتقة طيب بدنا إياها أكبر ما يمكن إذن عظمى ثمانية هون تزايد موجب تناقص سالب عندما سين تساوي ثلثين تكون المساحة أكبر ما يمكن المطلوب المطلوب ارجع للمطلوب جد أكبر مساحة ممكنة لشبه المنحرف طالب المساحة سين اللي طلعت معاك ثلثين عوضها بالمساحة يا أستاذ أني مساحة منهم أي شكل بعجبك بس ابعد عن المشتقة هاي مساحة هاي مساحة هاي مساحة بس إذا بدأ عوض بهاي دروها طلع صاد لا في غنى عن ذلك أنا برأيي أسهل وحدة هاي 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 قبل الفك لأنه إذا بدأ عوض هون السين وبدأ كعب وربع لا 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 هاي أسهل بتقول له أكبر مساحة تساوي ميم الثلثين عوض سين بثلثين باقتران المساحة اثنين زائد سين ثلثين ضرب أربعة ناقص سين تربيع أربعة ناقص ثلثين تربيع أربعة تسعة عيب أكمل واحد مقامات وضربهن ببعض وهو المطلوب تمام التمام إذا بدل ما تعامل مع مستطيل معيشة عاملنا مع شبه منحرف الارتفاع مش صاد سالب صاد الأعلى ناقص الأدنى ديروا بالكم يلا مع المثال الأخير مثال رقم ثلاثين خليني أودعكم بسؤال ماله جود سؤال جود لا تنسوا ها الأمثلة الإضافية اللي بدوسية مش تفكروا الأمثلة الإضافية زيادة يا جماعة مش زيادة كل الأمثلة الإضافية اللي بدوسية كمان فيهن أفكار ديروا بالكم ها طيب شو بقول مثال ثلاثين ألب باجيم دال مستطيل ألب باجيم دال مستطيل يقع رأساه ألف ودال على منحنيي قاف السين بساوي اطناعش ناقصين تربيع على أربعة وها السين اطناعش ناقصين تربيع حيث يقع الرأس ألف في الربع الأول على منحنة قاف والرأس دال في الربع الثاني على منحنها ولا فاهم إشي وأنا زيك أنا فاهم إشي يعني ويقع كل من الرأسين الآخرين باوجيم على محور السينات جد أكبر مساحة ممكنة للمستطيل يعني بدي أسألكوا سؤال أنا بالعمدان ظليت أكمل للآخر بشي أنا أقول كني مش فاهم إشي يعني هون الطلاب اللي بيسألوا استاذ الرسم عليه علامات ولا ما عليه استحلفك بالله يا رجل لو أنا ما رسمت نهائيا والله مني فاهم إشي من السؤال بصبطش الرسم إلي أنا انسى العلامات أنا إذا ما رسمت الرسمة ولا بقدر أتحرك بالسؤال طيب هلا عشان أستوعب شو اللي قريته روح أول شغلة أرسم لي منحنة قاف السين ورسم لي منحنة هاء السين بعدها بصير خير طيب أستاذ ليش لأنه الرأس ألف تبع المستطيل بقى على قاف والرأس دال بقى على هاء إذن لازم أرسم المنحنيات تمام روح لي يا محترم على قاف السين قاف السين اطنعش ناقص سين تربيع على أربعة طلع لي الرأس يلا سالبا على ثنين ألف البا معامل سين سين مش موجودة إذن البا صفر ما في عنا سين عاي سين تربيع البا صفر على ثنين ألف صفر لإحداثي الصادي صورة الصفر عود سين بصفر بالظل صاد 12 صورة الصفر 12 إذن رأس القطع المكافئ لقاف السين هو صفر 12 تمام شو رأيك نكمل وانطلع رأس القطع للاقترانها يلا ما نبدأ رسم الاثنين معادلتو 12 ناقص سين تربيع الإحداثي السيني سالبا على ثنين ألف البا معامل سين ما في الشي سين إذن با صفر صفر على ثنين ألف صفر الإحداثي الصادي ها الصفر صورة الصفر بها 12 ناقص صفر 12 إذن الرأس هو صفر 12 ذهب الأول قاف السين معامل سين تربيع سالب الفتحة للأسفل وهاء السين معامل سين تربيع سالب كمان الفتحة للأسفل هلا بدي منكو شغلة تنتبهوش ع حل السؤال بدك تنتبه على الرسمة حتى الرسمة فيها جود تحكي عن جدو الساد آه والله رسمتو فيها ترك انتبه عليها هلا أنا عشان يسع معاي اللوح هذا كله بدي نمسحي الكوية بس نحفظ شو طلع الرأس أستاذ 012 هذا لقاف طب ولها إيه نفسه والله 012 إيه الرأس نفسه 012 هيني بدي نمسح هون خلاص احفظنا الرأس 012 سواء قاف أو ها طب هاي مسحنا هون نرسم الآن المستوى البياني مستوى الديكارتي محور سينات محور صادات ركز معاي الله يرضى عليك والله السؤال مش ساهل يعني بحكي لك ها خبرتك أنا بده انتباه وبده تركيز عالي طيب بعد ذلك نسحب هذا لقدامي شوي هاي خلينا نكبر الرسمة هاي كمان مرة تمام يلا محور سينات وهاذ محور صادات شو طلع الرأس سفر 12 طيب تعالوا نرسم قاف السين هاي الرأس سفر 12 سفر فاصلة 12 واتجاهه للأسفل طيب هذا بالنسبة لقاف السين طيب و لما نيجي نرسم ها السين كمان الرأس سفر 12 ايه واتجاهه للأسفل غريبة لاثنين لهم نفس الرأس و لاثنين اتجاههم للأسفل عبلة قال سو استنتجت قالت معناته هاي قاف السين بقولها آية عبلة آية هبلة قالت وهو نفسه ها السين بقولها ليش نفسه قالت ما هو الرأس نفسه و لاثنين اتجاههم للأسفل اذا بنطبق عليه بنطبق عليه ها يعني بطلوا منحنيا صاروا منحنة واحد لو صحيح انه بنطبق عليه كان لهم نفس المعادلة المعادلتين مختلفتين 12 ناقصين تربيع على 4 12 ناقصين تربيع مستحيل معادلتين مختلفتين يأخذوا نفس الرسمة طيب أستاذ طيب كيف بدنا نرسم كيف يعني هذا بيدل على إشي محترم هذا بيدل على إنه في واحد ناصح وواحد ضعيف نعم في واحد ناصح وواحد ضعيف طلع علي إلهم نفس الرأس واثنين للأسفل معناته واحد عامل هيك والثاني نفس الرأس بس عامل هيك هاي طلع كيف هيك آه والله يا أستاذ ما خطرة ببالي آه هاي إلهم نفس الرأس والاثنين للأسفل بس أكيد واحد ناصح وواحد ضعيف لأن المعادلتين مختلفتين والله يا سادة بتحكي الصحة والله طلع فيه تركي يعني ما بنطبقه عبعض ما بنطبقه أستاذ وكيف دعرف مين الناصح مين اللضعيف يا سلام عليك روح طلع التقاطع مع محور السينات آها تعال روح لي عقاف السين اطنعش ناقص سين تربيع على أربعة بالنسبة لقاف اطنعش ناقص سين تربيع على أربعة ساوي بالصفر جيب لي تقاطع مع السينات مش أنا ميز لك الناصح عن اللضعيف يلا اطنعش تساوي سين تربيع على أربعة ثمانية واربعين بالضرب التبادلي سين تربيع إذن سين موجب سالب جذر الثمانية واربعين قاف السين بقطع السينات عند جذر الثمانية واربعين نفترض هيها هي جذر الثمانية واربعين صفر وسالب جذر الثمانية واربعين دقيقة واحد ثنين ثلاثة أربعة خمس ستة واحد ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة واحد ثلاثة أربعة خمس ستة هي سبعة هي هي ناقص جذر ثمانية واربعين فاصلة سفر بتهمني الدقة شو ده أعمل الآن اتجاهه للأسفل هاي للأسفل مين هاذ ما شاء الله علي هاذ بيمثل قاف السين اكتب عليه يلا انت مين انا قاف السين حلو تعال نرسم هالسين ساويه بالصفر هالسين وجيب لي تقاطعه مع السينات سوانا بالصفر انقل اطنعش يساوي سين تربيع سين موجب سالب جذر الاثناش هالسين بقطع السينات عند جذر الاثناش وسالب جذر الاثناش طب هاي جذر الثمانية واربعين جذر الاثناش بتيجي بالداخل هاي نفترض هايها هاي جذر الاثناش واحد نين ثلاثي اربعة واحد نين ثلاثي اربعة هاي سالب جذر الاثناش حلو يلا وصل هاي وصلنا مين هاذ اللي رسمنا ولا الوني لكم اياه الونه بالازرق مش هلنعرف نشتغل اه والله استاذ لونه ماشي هاذ اللي رسمته بالازرق بيمثل منحنة هاي السين يلا حيلوني اين اسود ازرق ابو الازرق مين بيمثل هاي السين يلا ابو الاسود قاف وابو الازرق ها قطع السينات عند جذر الاثناش وسالب جذر الاثناش اول حاجة فهمتوها اه يا استاذ تعلمنا شغلة حلوة شي هي قطع مكافئ قطعين مكافئين بيشتركوا بنفس الرأس والاثنين اتجاههم للأسفل معناته فيه واحد كبير وواحد صغير التقاطع مع السينات حل مشكلة الرسم هاي اول مرحلة الحمد لله فهمناها طيب يلا نقرأ السؤال احنا لسه مستطيل ما رسمناه يا بي يلا باخذ وقت السؤال شونا نعمل الباجيم دال مستطيل يقع رأساه الف ودال على منحنة قاف وها طيب الرأسين الف ودال واحد عقاف واحد علىها طيب شو بيحكي السؤال حيث يقع الرأس الف في الربع الاول على منحنة قاف ركز بالله عليك هاي يقع الرأس الف في الربع الاول على منحنة قاف والرأس والرأس دال يقع في الربع الثاني على منحنة ها ايوه اذا مش انا اللي بحدد كيف ارسم السؤال الف في الربع الاول عقاف وروح هاي هاي الرأس الف هاي حطيتها بالربع الاول على منحنة مين قاف تمام هاي الف طيب الرأس دال في الربع الثاني على منحنة ها وروح لي على ها ابو الازرق وحط عليه النقطة دال بس بشرط خلي الف ودال قبال بعض مشانة الشكل يطلع مستطيل يعني هايها دال تقابل الف مشانة لما نوصل يطلع مستطيل مش معقول تحط لي دال هون او ترفحها فوق دال بتقابل الف هاي دال انظر الف تقع بالربع الاول على منحنة قاف ودال تقع بالربع الثاني على منحنة ها كمل ويقع كل من الرأسين الاخرين با وجيم على محور السينات با وجيم ع السينات اها انظر ناخذ اللون احمر يلا البا والجيم ع السينات معناته با اقبال الف هاي با وجيم اقبال دال هاي دال بلا جيم هاي جيم تعالي نوصل يلا نرسم المستطيل وصل بين الف وبا وجيم ودال بطلع معاك المستطيل بهذا الشكل مية بالمية يا أستاذ لسه أنا ما تحدثت عن الفكرة أنا قاعد برسم لسه لسه قاعد برسم يلا على السريع عشان ما رجعش مرة ثانية الف تقع بالربع الأول على قاف السين دال تقع بالربع الثاني على هاي السين البا والجيم بقعوا على السينات صار اسمه هيو الف با جيم دال طيب تمام حلو انتهت عملية الرسم انتهت شو عملية الرسم جد أكبر مساحة ممكنة للمستطيل أكبر مساحة للمستطيل يعني العلاقة الرئيسية على مساحة المستطيل مساحة المستطيل أكبر ما يمكن تمام وشو مساحة المستطيل يا با الطول في العرض مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض طيب ممتاز تفضل معي هون هسا نيجي على القد لاحظوا انه محور الصادات محور تماثل للقطع المكافئ صح ام خطأ نعم طب استاذ لا قافل لها للجوز لاحظ انه الرأس جاي على الصادات رأس القطع المكافئ على الصادات محور الصادات محور تماثل للقطع المكافئ سواء قاف او ها ولكن هذا محور التماثل لا يعتبر محور تماثل للمستطيل هذا ما بقسم المستطيل لجزئين متماثلين يعني هنا محور التماثل ليس مشترك السر انه الرأس الف عيمين التماثل الرأس الف جاي عقاف بس عيصار التماثل دال جاي عليها لو الف عقاف ودال عقاف بصير محور تماثل مشترك لو ألف على ها ودال على ها بصير محور تماثل مشترك المشكلة إنه على اليمين ألف عقاف بس على اليسار دال على ها مش على نفس الاختران طيب تمام فهنا ما بزبط نطلع المسافة على يمين التماثل ونضرب باثنين دير بالك هذا لا يعتبر تماثل للمستطيل محور الصادات الحمد لله انتمهنا لها فعشان هيك طلعا شو بنا نعمل بتروح لي عن نقطة ألف هاي هسه ركز معاي كويس شو نفرضها سين فاصلة حلو الإحداث الصادي قلت لكم شغله حسب اسم الاختران النقطة ألف على مين ابتقع ابتقع على الأسود اللي هو قاف السين إذن سين فاصلة قاف السين تمام طبعا بالنسبة لبا بدهاش نقاش أكيد با السيني سين فاصلة صفر ليش لأنه باب تنطبق على السينات الصادي سفر هلا هنا بدي أفرض نقطة دال عيصار التماثل هنا الطالب يعترض انت قلتنا أستاذ بنأخذ نقطة واحدة يا عيمين التماثل يا عيصاره صحيح بس هذا ليس محور تماثل للمستطيل هذا ما بيقسم المستطيل لجزئين متماثلين عشان هيك لازم نختار النقطة دال حلو طب هون فرضنا لإحداث السيني سين هون شو نفرض لإحداث السيني ما بيكون نفسه دير بالك لعاد يا أستاذ مثلا ممكن طالب يقول هاي سين واحد وهاي سين اثنين مختلف السين سين تبع هاي بيختلف عن سين تبع هاي أنا عندي اقتراح بدل مرقم سين واحد سين اثنين وندخل بالترقيم عندي اقتراح نفرض هاي مثلا عين لإحداث السيني عين تمام لإحداث الصادي حسب اسم الاختران النقطة دال على مين بتقع بتقع على ها بس بدل ها السين ها العين استاذ ليش لإحداث الصادي هو صورة لإحداث السيني ما بصير أقول عين فاصلة ها السين لإحداث الصادي صورة لإحداث السيني السيني عين إذن الصادي بصير ها العين وصلت فيا علمي تبهو نقطتين جايات بشكل أفقي ها إذا فرضنا لإحداث السيني هون سين واحد لإحداث السيني هون سين اثنين الحركة الأفقية السينات مختلف هلأ بدل مفرض سين واحد سين اثنين أنا قلت هاي سين وهاي عين مش خلاف بدل ما نرقم سين واحد سين اثنين واحدة سين واحدة عين بس لإحداثي الصادي صورة السين هذه النقطة بتقع على قاف إذن قاف السين هذه النقطة بتقع على اقتران اسمه هاء إذن هاء مش السين هاء العين وصلت يا أستاذ طبعا النقطة جيم شو رح تكون فكرك عين فاصلة سفر أكيد طيب ماشي الحال الآن بعد ما فرضنا النقاط هس بنطلع أبعاد المستطيل طول وعرض أعطيني طوله ما شاء الله هي طوله من هون لهون كيف يحسب هذا الطول فرق السينات أعطيني فرق السينات سين ناقص عين إذن طول المستطيل فرق السينات سين ناقص عين ويكون بعلمكم هذا موضوع مهم سين موجبة ولكن عين سالبة لماذا؟ سين تقع بالربع الأول عين تقع بالربع الثاني الربع الأول السينات بيكون موجب الربع الثاني السينات بيكون سالبة ديروا بالكم سين موجبة ولكن عين سالبة طيب إذن طول المستطيل فرق السينات سين ناقص عين طيب نيجي على العرض أعطوني عرض المستطيل فرق الصادات طالب يسأل نأخذ هاي ولا هاي ولك يهبل نفس الإشي هاي تمثل عرض مستطيل وهاي عرض مستطيل اللي بدك إياه متساويات هسا الطالب اللي أخذ هاي أعطيني فرق الصادات قاف السين ناقص صفر قاف السين طيب الطالب اللي أخذ هاي أعطيني فرق الصادات هاي العين ناقص صفر هاي العين عرض المستطيل معاك خيارين يا بتقول لي قاف السين يا بتقول لي هاي العين الثنتين متساويات قاف السين هي نفسها هاي العين هذي عرض للمستطيل وهذي عرض للمستطيل يلا مين اخترته أستاذ اخترنا قاف السين يلا هيقاف السين هذه هي المساحة يا أستاذي بشكل سريع كيف فرضت النقاط حلو هنا هاي محور تماثل هذا محور تماثل للقطع المكافئ الآن فرضنا نقطين على اليمين على اليسار ليش لأنه هذا ليس محور تماثل للمستطيل احنا تعودنا نفرض نقطة على اليمين لما بيكون هذا محور تماثل للمستطيل محور الصادات ليس محور تماثل للمستطيل إذن بدك تفرض نقطين عيمينه وعيساره النقطة اللي على اليمين سين اللي على اليسار عين لأنه السيني مختلف ما اسم الاقتران اللي ابتقى عليه هاي النقطة قاف السين ما اسم الاقتران اللي ابتقى عليه دال هاي العين إذن سين قاف السين عين هاي العين اللي تحتيها مباشرة سين سفر اللي تحتيها مباشرة عين فاصلة سفر طول البستطيل فرق السينات اللي هو ألف دال سين ناقص عين اليمين ناقص اليسار العرض فرق الصادات اما قاف السين ناقص صفر او هاي العين ناقص صفر اثنتين متساويات عرض للمستطيل تمام وهيك كونا علاقة رئيسية استاذ قاف السين ام نعرفه اللي هو روح جيبه لي قاف السين وينه قاف السين اطناعش ناقص صين تربيع على اربعة قاف السين قاعدته اطناعش ناقص صين تربيع على اربعة استاذ في عنا مشكلة نعم بعرف استاذ هاي العلاقة الرئيسية متغيرين حلو بدنا علاقة مساعدة تربط بين السين وبين العين استاذ منين اجيبها هايها بتستنى فيك هذه الفكرة اللي ساعة بلمعلها قاف السين بساوي هاي العين اعمل علاقة على هاي هذه علاقة مساعدة قاف السين بساوي هاي العين قاف السين اطناعش ناقص صين تربيع على اربعة بساوي هاي العين طب هاي السين اطناعش ناقص صين تربيع طب اعطيني هاي العين اطناعش ناقص عين تربيع بدل ما هو بدلالة سين بصير بدلالة عين اذا هاي العين اطناعش ناقص بدل صين تربيع عين تربيع تمام الآن بتروح الـ 12 مع الـ 12 نقص 12 نقص 12 بتروح وبيروح السالب مع السالب سين تربيع على أربعة بساوي عين تربيع وانتبه انتبه انتبه ولكنتبه أنا يدوبني فهمانها انتبه ولا انتبه يلا تعالوا نعمل عين موضع للقانون تعويض عين أفضل أحسن ما نعود سين مرتين تعويض عين أفضل من سين طب لما نجذر بنعطي حلين والله بدون انتباه يلا عين تساوي أجذر الطرفين موجب سالب سين تربيع بتصير سين والأربعة بتصير اثنين جذرنا الطرفين هلا شو بيعملوا الطلاب بقول لك السالب يهمل بقولوا ليش قال ما في طول بالسالب يا السلام معاك خبر انه الموجب يهمل معاك خبر انه عين سالب سين على اثنين ساد وحد الله لا إله إلا الله هنا عين ترمز لحداثيات هلا أنا قلتلك انه سين موجبة وعين سالبة سين تقع بالربع الأول موجبة وعين تقع بالربع الثاني فهي سالبة ركز معي سين موجبة وعين سالبة طيب هلا سين نفسها طلع عليها موجبة محة سالب بتصير سالب هاي عين سالبة غلط انك تأخذ عين سين على اثنين اقول لك ليش غلط طب سين موجبة موجب على اثنين موجب طب هيك بتطلع عين موجبة طب ما هي عين سالبة عين سالبة لانها ربع ثاني هنا عين ترمز لحداثيات عين جاية بالربع الثاني ايوه هنا عين ليست طول عين لا تمثل طول عين سالبة اهملنا الموجب واخذنا السالب والله يا استاذ عن جد بذها انتباه اه هذي احداثيات اروح على العلاقة الرئيسية وعوض قيمة عين تصبح ميم تساوي سين ناقص العين سالب سين على اثنين هاي سالب سين على اثنين مضروبة باطماش ناقص سين تربيع على اربعة سين ناقص ناقص سين زائد سين على اثنين واحد زائد نص ثلاثة على اثنين ها ضرب اثنين ضرب اثنين اثنين سين زائد سين ثلاثة سين على اثنين ضرب اطنعش ناقص سين تربيع على اربعة اصبحت العلاقة الرئيسية متغير واحد ادمج وبسط قبل ما تشتق الثلاثة على اثنين خليها برا يلا وزع سين اطناعش سين ناقص سين تكعيب على اربعة علاقة رئيسية متغير واحد حلوة الفكرة بدي علاقة مساعدة بين السين وعين هاي ها قاف السين تساوي هاء العين هاي عرض للمستطيل وهاي عرض للمستطيل وستاتي استاذ واخذنا عين اخذنا السالب اهملنا الموجب لانه عين سالبة طيب اشتق وساوي بالصفر الثابت بنزل اطناعش سين اطناعش سين تكعيب مشتقتها ثلاث سين تربيع مقصومة على اربعة نساويها بالصفر اقسم على الثابت بروح اطناعش تساوي انقل ثلاث على اربعة سين تربيع الثلاث ارباع اضرب بمقلوبها اربعة ع ثلاث اطناعش في اربعة ع ثلاث بساوي سين تربيع اطناعش ع ثلاث اربعة في اربعة ستاش بساوي سين تربيع اجذر ومنها سين اربعة طبعا سين موجبة تابه سين موجبة اكبر من سفر لو سين سالبة باخذ السالب انتبهوا هنا منتعامل مع احداثيات حسب الارباع اي ومش اطوال السين والصاد مش اطوال طيب على خط الاعداد بن عين الاربعة واشارة المشتقة بدنا اياها اكبر ما يمكن عظمة اي عظمة تمام عندما سين تساوي اربعة تكون المساحة اكبر ما يمكن تحديد المطلوب المطلوب جد اكبر مساحة للمستطيل المطلوب المساحة روح عوض سين اللي هي اربعة باقتران المساحة وين اي شكل بعجبك هاي مساحة هاي مساحة نوغض هذا الشكل شو رايكم يلا قبل ما ندخل سين على القوس عوض سين باربعة بتقول له اكبر مساحة هي ميم عندما سين اربعة ثلاثة على اثنين سين ثلاثة على اثنين في اربعة ضرب قوس اطنعش ناقص سين تربيع على اربعة سين اربعة تربيع ستعش ستعش على اربعة اربعة تمام طب ثلاثة باربعة اطنعش عاثنين ستة اطنعش ناقص اربعة ثمانية ستة بثمانية ثمانية واربعين سانطيمتر او وحدة مربعة هاي مساحة وحدة مربعة او وحدة مساحة وهو المطلوب انتهى هذا السؤال تمام تمام يعني حبيت اعطيك السؤال انه هذا ليس محور تماثل للمستطيل نفرض نقطين عيمين وعيصاره لو كان هذا محور تماثل للمستطيل خلص نكتفي بنقطة واحدة على اليمين اما ليس محور تماثل لازم تاخذ نقطين وحدة على اليمين وحدة على اليسار سين في الربع الاول موجبة عين في الربع الثاني سالبة تمام تمام نتمنى كل التوفيق لطلابنا وطالباتنا يعطيكم الف عافية موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك